جزاكم الله خير وأحسن إليكم مستمعة تقول أم عائشة بعثت برسالة تقول فيها إنني في أحد الأعوام ذهبت لأداء مناسك الحج مع إحدى الحملات وفي أول ليلة من ليالي التشريق خرجنا من العمارة التي كنا نسكن فيها في العجيزية بعد الحادي عشر مساء للذهاب إلى ميناء ومع زحمة الطريق دخلنا ميناء وكانت الفترة التي قضيناها في ميناء منذ دخولنا فيها وقروضنا منها تقريبا ربع ساعة ثم عدنا إلى عمارتنا التي في العجيزية وبثنا ليلتنا تلك فيها ويحتج القائمون على الحمل بأن الطريق مزحم وأن المنبيت بميناء يكون ولو بجزء بسيط من الليل والذي يتضح أنهم لم يبدلوا الأسباب التي تعين على المبيت بميناء وهو أنهم أخرجون من سكاننا في العجيزية متأخرين وثانيا لم نستمع بأنهم حاولوا إنزالنا من الباصات لنمشي لمقر مبيتنا في ميناء ولو كان على بعد ويقولون إنه لا يجب علينا فدية فهل هذا صحيح؟ فنحن الحجات مرتبطون بحملة ولم نبت في ميناء فهل علينا دم؟ وإن كان الدواب نعم فإن هناك سؤال آخر وهو أن الذود حاج عن أحد الأشخاص بالوكالة فهل يجب الدم على الذود أم على الموكل؟ يجب على القائمين على الحملة أن يتقوا الله عز وجل وأن يمكنوا الحجاج الذين معهم من أداء مناسكهم ومن ذلك المبيت بمزدلفة ولا يقل بميناء ليالي التشريف ولا يقل المبيت عن نصف الليل من أول الليل إلى منتصفه على الأقل أو المجي بعد منتصف الليل والبقاء إلى الفجر أما ربع ساعة أو مرور فقط فهذا لا يكفي ولكن بصفة أنكم لم تتمكنوا ولا تقدرون على الذهاب بأنفسكم إلى منا إلا بواسطة الحملة فأنتم معذرون ويكون الإثم على أصحاب الحملة الذين لم يمكنوكم من المبيت أما إذا كنتم تستطيعون الذهاب إلى منا بأنفسكم المبيت بها والرجوع إلى العمارة فإنه يجب عليكم ذلك وإذا تركتمه يكون على كل واحد في ديال لأنه مفرط جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم زوجها معها لكنه يحج عن شخص آخر الفدية حينئذ على من قام بالحج أو على الموكل الفدية على من قام بالحج على النايب لأنه هو الذي فرط